اشتركوا في القناة في قناة الإعلام بالمملكة في إعادة هيكلة وأيضاً أبغى مستقبل الإعلام تكلم عن الإعلام المرئي والإعلام الورقي أبغى الواقع اللي تشوفها بسم الله الرحمن الرحيم من الضرورة الملحة إعادة هيكلة الفضاء الإعلامي في المملكة الرئيسية السعودية سواء فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية التي تمتلكها الدولة وقد أوجدت لها هيئة متخصصة وننتظر أيضاً بالرؤية 2030 أن يكون لها ووجد لها من الحاضنات ووجد لها من الدوافع ما يدعو إلى أننا نتفائل خيراً بأن أيضاً القيادات التي جذبت إليها وعيدت لها مرة أخرى أن تتحمل العبء القادم لرؤية المملكة لأن المملكة في الرؤية تعتبر من أهم الملفات الاقتصادية والسياسية في العالم فبالتالي يتطلب الوعي الإعلامي الوعي الوطني العوعي الاستراتيجي لمواكبة هذا الرؤية أن يكون هناك سقف إعلامي منفتح على الإعلام الدولي ولكن برؤية سعودية وبقنوات سعودية وأيضاً منهج سعودي لأن المملكة تقود الكثير من في المحافلة الدولية تقود الكثير من الآراء وكثير من القرارات ونشاهدها ونلمسها في الأمم المتحدة في الكثير من المؤسسات الأمم المتحدة الجمعية العمومية وفي المؤتمرات فيما كما يحدث وفي النادي الدولي في العشرين دولة الرئيسية في الاقتصاد العالمي هذا الدور الكبير يتطلب من من الأجهزة الإعلامية في المملكة ويقودها معاه الوزير وهو شاب مقتدر ولديه أيضاً حس إعلامي جيد أن يواكب مع ذلك الحوافز والمحفزات من الشباب السعودي من يديرون مثل هذه الملفات الساخنة لأن الإعلام هو من يؤثر في الداخل ويؤثر في الخارج ولدينا رسالة سواء كانت فيما يتعلق برسالتنا كدولة إسلامية نقود العالم الإسلامي لدينا أيضاً أخلاقياتنا في المملكة أخلاقيات التعامل الدولي النائب النفس وأيضاً لدينا الرؤية الاقتصادية والسياسية القادمة في المرحلة القادمة فبالتالي ننتظر أن يكون هذا التحول والهيكلة في الاقتصاد الإعلامي للمملكة أن يواكب الرؤية الإعلامية التي نتلمسها ونشاهدها في الرؤية عشرين ثلاثين أما ما يتعلق بالجانب الآخر وهو المكملة والإعلام بشكل عام بمكوناته هو حاضنة للمؤسسات التي تردف مثل هذا السقف من الإعلام لأن الإعلام عادة يكون سواء كان في المرئي أو المسموع أو المقروء والصحف السعودية أيضاً لديها خبرة ولديها قدرة وأدارة الكثير من الأزمات في السنوات الماضية مع أحداث دولية ومع قضايا محلية ومع أيضاً الوهج الإعلامي الداخلي والخارجي ولمسنا دورها ولكن ننتظر أيضاً أن يكون الهيكلة لا تبتعد القطاعات الإعلامية الأخرى سواء كان في الإعلام أو حتى في الصحف المحلية جميل أيضاً دكتور صفوة العالم مستدر الإعلام السياسي بكلية الإعلام جاملة القائرة دكتور صفوة يعني هل الإعلام يواجه مشكلة وجود في الفترة الحالية هل هذه المشكلة موجودة بشكل عام في العالم العربي في العالم بشكل عام أو أنه لا تختلف من دولة إلى دولة ما في الشك الإعلام يتأثر بكثير من الجوانب الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بكل دولة ونجد أن الإعلام في المملكة العربية السعودية مثلاً يتأثر بكثير من الأولويات التي تضحها المملكة في اقتصاديات الإعلام فالمملكة تتسم بالسوق الحر والإنفاق الإعلاني والدعائي داخل المملكة أكبر إنفاق في الوطن العربي ولدينا سوق مهمة جداً يتوافد للمملكة عشرات الملايين لقضاء مناسج الحج والعمرة وكثير من وسائل الإعلام السعودية تتجاوز حدود التأثير على نطاق المملكة وتمتد إلى التأثير على نطاق عربي وإقليمي وخليجي مؤثر بدرجة كبيرة والمملكة تمر الآن في إطار خطة عشرين ثلاثين لنقاط تحول مهمة تجعل من كثير من الفضائيات والصحف الخاصة بالمملكة العربية السعودية تشارك في صناعة التحول وتبني هذا التحول وهو أمر واضح في عدد غير قليل من الفضائيات فنجد أننا لدينا استثمارات تصل إلى 16.5 مليون دولار وحجم الإنترنت أيضاً يتعظم في هذا المجال فالمملكة بما لها من روافد وتأثيرات سياسية واقتصادية تؤثر في كثير من القطاعات والسوق الاقتصادي والتجاري داخل المملكة العربية السعودية يتسم بالتنوع والضخامة والرفاهية في الإنفاق ولذلك وهو سوق حر أيضاً نجد أن الإنفاق الإعلاني والإعلاني يتسم بالتنوع والتعدد والكثافة وكثير من وسائل الإعلان في المملكة العربية السعودية صار لها تأثيرات مؤسرة وجاذبة على النطاق العربي والنطاق الخليجي والنطاق الدولي فلدينا صحف الشرق الأوسط وصحف الحياة فضلاً عن عشرات من الصحف المحلية التي تصدر داخل المملكة العربية السعودية وهناك أيضاً عشرات من مجموعات القنوات مجموعة قنوات MBC ومجموعة قنوات روتانا ومجموعة القنوات الخاصة بالعربية والحدث وغيرها من القنوات التي تشاهد على نطاق إقليمي ودولي بشكل كبير وتجلب قطاعات من الإعلانات الضخمة والكبيرة ولدينا أيضاً داخل المملكة عديد من أقسام الإعلام المتخصصة التي تخرج كوادر مهنية تؤدي دارثة وواعية وتؤدي دورها داخل هذه المؤسسات فضلاً عن استقدام عدد غير قليل من المتخصصين والمهنيين من داخل المملكة وخارجها من المهنيين العرب الذين يؤدون دورهم في المجال الإعلامي بشكل كبير أعتقد أن الإعلام بوسائل وأساليبه يستطيع أن يؤدي أدواراً مهمة في مرحلة وفي مراحل التحول التي تعيشها المملكة العربية السعودية واقتصاديات السوق التي تعيشها وفي إطار تدعيم قضايا النمو واقتصاديات التشغيل التي نراها في كل مصارات العمل الاقتصادي والتقني والفني والإعلامي في كل مدينة من مدن المملكة العربية السعودية أعتقد أن دور الإعلام بوسائل وأساليبه وصناعته داخل المملكة العربية السعودية يواكب مراحل التحول ويتفق مع بنية أساسية كبيرة وكوادر مهنية واعدة تتسم بالتأثير على النطاق الإقليمي والإنفاق الإعلاني من رجال الأعمال وأعتقد أن هذه البنية تؤثر في صناعة الإعلام ليس على النطاق الخليجي بل تمتد انفذات وارف الزلال لتأثيرها على نطاق الإعلام العربي إلى حد كبير جميل أستاذ ناصر عندنا في السعودية الصحف تعاني الآن ما السبب في معاناة الصحف واضح أن الإعلانات خفت بشكل كبير ليس مثل العادة كيف تواجه الصحف الآن الأزمة الحالية من الطبيعي أن يكون هناك تحول كبير جدا في الموارد المالية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية نتيجة التحول التقني وأيضا التوجه في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وانسحاب الكثير من المتعاملين في سوق الإعلان مع الصحف مباشرة إلى الجيل الجديد من التوجه الإعلاني التسويقي السريع وغير مكلف وغير مكلف مقارنة بالصحف بالتأكيد لكن الفائدة أو الجدوى في الصحف أكثر أولا المؤسسات الصحفية في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وهي قريبة من الدولة لا أقول أنها ابنة الدولة ولكنها قريبة من الصوت الحكومي فحتى هذه اللحظة وفي المستقبل ستستمر هذه المؤسسات في أداء واجبها ومهنيتها فيما يتعلق بالمحتوى الذي تقدمه للقارئ سواء فيما يتعلق مثل ما يحدث الآن مع الرؤية الذراع المباشرة والصوت والرؤية المباشرة مع الجمهور سواء في الداخل أو الخارج هي وسائل الإعلام سواء كانت التلفزيونية وهي في نطاق الدولة أو القطاع الصحفي وهذا له دور كبير جدا في درجة التأثير والإقناع نتيجة السنوات الطويلة والمراحل والتجارب التي قطعتها هذه الوسائل وشكلت مع القارئ مرحلة من الموثوقية والمصداقية لكن الصحافة كانت بدون دعم حكومي لأنها مع نفسها قائمة بمصرفاتها الآن يتحدثون على أنها بحاجة دعم كان هناك دعم حكومي في البداية في المرحلة الأولى كان فيه دعم حكومي حينما لم يكن هناك معلن تجاري الدولة كانت في بداية الأمر هي ترى أنه ممكن يكون الدعم الحكومي وأن كان قليلا يعني لا يتجاوز المليون ونصف لأي وسيلة لأي مأساة صحفية مثلا لكن بعد فترة تحقق لها الدخل من الإعلان التجاري إعلان الشركات والبنوك والقطع الخاص أنسحبت الدولة من الدعم وبعد هذه الفترة الآن الصحف إذا لم وهناك حديث ومثل ما يحدث الآن أو نقرأ يوميا لا تقل عن ثلاث إلى أربع مقالات يوميا بعدما أثيرت من أحد الزملاء أنه ألحق الصحافة لا تغيب شمسها فبدأ الحديث يدور حول أن هناك مؤسسات إعلامية ربما لا تستمر أكثر من سنتين بالكثير إلى ثلاث سنوات وتختفي وهذا أمر سيؤثر على المنظومة الإعلامية وأيضا يؤثر على لأنه ليس هناك من في الخارج تريد تكلمون عن مستقبل الصحاف الورقية بشكل كعام فيه خللين الحقيقة الخلل الأول هو أن الصحف أغلبها لم تذهب إلى المحتوى التقني بما يماثل أو يوازي الخط المسار لا من وسائل التواصل الاجتماعي لأنه اختطفت المواقع أو المنابر التواصل الاجتماعي خطفت من الصحافة الكثير من المعلنين الأمر الآخر أن هناك أيضا انحسار في بعض من الحملات الإعلانية نتيجة الظروف التحولية مع ما حدث في السنة 2016 و2017 ونتأمل أنها تعود الإعلانية إلى أطني حلول الحلول أولا لا بد من الصحف عليها أن تذهب مباشرة إلى أن المشكلة مشكلة الصحف مشكلة إدارتها التقليدية القديمة عليها أن تفهم أن المحتوى الآن له صناعة جديدة لأن الصناعة هنا صناعتين أما أن تكون صناعة محتوى تقني متقدم آنيا أو أن تكون صناعة محتوى أيضا يتزامن مع الأحدث لا تترك الأمر إلى ما ينشر الآن يعني لو أخذنا أي صحيفة المظاهر الأسبوع الدراسي المناسبات التي في المحافظات والمناطق ملأت الصحف لكن لا تجد إعلان والإعلان أصلا هو خبر فبالتالي نحن ننظر إلى أن تتكيف هذه المؤسسات مع المعطيات ولا تنتظر من الدولة أن تعطيها أو تعطيها وتقدم لها إعانة لأن الإعانة دائما هي التي تقتل الإبداع وتقتل التكيف مع الظروف المؤسسات الصحفية كانت تجني من بعض الصحف السعودية كانت من الأرباح أكثر من بعض البنوك لكن إذا هبطت أرباحها في مستوى معقول فنأمل أن لا يكون هذا الأمر على حساب القارئ ولا حساب مسؤولية الصحف ودورها في التأثير على الرأي العام والدفع عن قضايا الدولة سواء في الداخل أو في الخارج جميل أيضا من الدمام مرحب عبدالله سعد المستشار في التسريق أستاذ عبدالله مساكل أبو الخير وأيضا أبواك تعطيني حلول لمحاولة إخراج الإعلام من الأزمة التي موجود فيها حلول تساعد الصحافة أنها تبقى على هذا أو أنك ترى أنه لا المستقبل ليس للصحافة المستقبل للتقنية والسوشال ميدا وغيرها السلام عليكم أشتركوا في الخير جميعا أنت والضيوف والسادة والأخوات المشاهدات موضوع فصل الصحافة أو تخصيص الصحافة بالناحية الورقية أعتقد أنه هو اللي يحتاج إلى تصحيح في المصطلح يعني ممكن تكون الصحافة موجودة لكن تغير الوسيلة بدل الناحية الورقية تنتقل إلى الناحية التقنية وتواكب التغيرات السوشال ميدا وغيرها من الأشياء وكل القنوات أو كل القنوات الورقية لها قنواتها الاجتماعية لكن تحتاج إلى تفعيل وإلى مواكبة وإلى تغيير في طريقة التفكير وطريقة الطرح الإعلان هو جزء من المزيج الترويجي وبالتالي هو يتكلم عن العناصر الكاملة للمجتمع بما فيها الأفكار والخدمات والمنتجات التي يمكن تقديمها والشرائح المستهدفة والمنفذة للمشاريع والعاملة وأيضا يتكلم عن التكاليف والوسائل والتقنية المرتبطة فيها إذا أخذنا الصورة بهذه الطريقة الشاملة الكاملة ستكون القناة الورقية قناة لها جمهورها ولها أطروحاتها والقناة الصحفية والقناة الإعلامية تستطيع أن تمارس بقية أنشطتها من خلال ما يناسب الشريح المستهدفة ويمكن من خلال إيصال المنتجات المطلوبة جميل الدكتور صفوت عشان نخلص موضوع الإعلام أيضا أكاديميا هل أعطيتم حلول من ناحية الإعلام الجديد الإعلام الجديد ينتصر بشكل كبير من ناحية المتابعة على الإعلام الرسمي أو الإعلام التقليدي بشكل واضح أنا لم أجد كتب تدرس للإعلام الجديد هل أكاديميا مقصرين بهالجانب إليه بشكل مختصر دكتور صفوت لا يا صديقي هناك عشرات المؤلفات والرسائل العلمية التي تخرج من قسم العلاقات العامة والإعلام حول الإعلام الجديد واقتصادياته وتأثيراته المختلفة وهناك أيضا دراسات تتعلق بالإعلام الفضائي وأدواره والاتصال التسويقي المتكامل إذن لدينا كثير من الدراسات الأكاديمية والعلمية والحلول المهنية التي تحاول أن تصنع بدائل أمام المعلن في هذه الفترة في إطار مقاومة التأثيرات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي إذن على الصحف أيضا أن تصنع صفحتها ومواقعها على الإنترنت وتطور مضمونها بدلا من أن يكون المضمون المحلي الخاص بالمدينة أو بالإمارة الصغيرة أن يمتد هذا المضمون معرفيا واقتصاديا وتسويقيا إلى نطاق أبعد لأن قارئ السوشيال ميديا يتعرض لمضامين محلية وإقليمية وعالمية وأيضا في إطار البحث عن اقتصاديات التشغيل والنسق الإعلاني الذي يدعم اقتصاديات الصحف يجب على المعلن الآن يبحث في إطار نطاق التسويق المتكامل أو منهج التسويق المتكامل أو الاتصالات التسويقية المتكاملة التي تجمع العلاقات العامة بأنشطة التعبئة والتغليف بأنشطة خدمة العملاء بأنشطة الإعلان بأنشطة الدعاية بالإي ليرنينج وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال فيصبح تأثير المعلن على المستهلكين مع الرعاية أنشطة الرعاية بعشر أنشطة تتكامل في إطار اتصال تسويق المتكامل فإذا لم يؤثر الإعلان فلنبحث عن حملات علاقات عامة وإذا كان تأثير الإعلان محدودا علينا أن نعظم من أنشطة الرعاية وإذا كان هناك متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فنصل إليه حول البيع المباشر والاتصال المباشر عبر الإنترنت وإذا كان هناك وسائل لخدمة العملاء وتنشيط الخدمات الخاصة بقضايا ما بعد البيع كلها تتكامل في نسق اتصالي متكامل يجمع ما بين الإعلان والعلاقات العامة والتسويق الإلكتروني وخدمة العملاء وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تزيد من الانطاق الاتصالي دكتور صفات شكرا واضحة للصورة وفكرتك نأخذ عزيزي المشاهدين أبرز النقاط في الإعلام السعودي ونعود بعد ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للزملاء على هذه المعلومات أيضا نذهب إلى الموضوع الآخر وهو الإعلان في أسوق الإعلان في المملكة أستاذ ناصر 10 مليار ريال هو حجم تقدير حجم الإعلان في المملكة 7 مليار هو مقدار ما تم صرفه في 2017 7000 مليون تم صرفه في الإعلان في 2017 في السوق السعودي ويعتبر السوق السعودي أيضا كقوة شرائية الأولى في الوطن العربي أيضا كسوق إعلان يعتبر الأول يصنف طبعا هل هو فعلا هذه الأموال وهذه القطاع تذهب لغير السعوديين بشكل كبير منها وما السبب في ذلك قبل أن أجيب على هذا السؤال من الشق الثاني أريد أن أختصر إجابتي عن الإعلام طالما أن هناك توجه مؤخرا في وزارة التقافة والإعلام وأيضا توجه لدى الدولة لأن الوزارة ما هي إلا ذراع وإجهة تشريعية وأيضا تنفيذية لرؤية الدولة ننتظر من وزارة الثقافة والإعلام من خلال دورها ومسؤوليتها أن يكون لنا حضور دولي قوي في الفعاليات الدولية هناك إعلاميون قادرون على إعطاء الصورة الحقيقية عن المملكة بعيدا عن الرسميات أو القنوات الرسمية لنا تجربة ولنا تجارب عديدة في زيارات القادة السعودية سواء الملوك ما قبل الملك سلمان أو الملك سلمان حينما يذهب وفد رسمي يكون مع مجموعة من الإعلاميين لكنها تنتهي بدور هذه المهمة أريد أن نفعل أيضا دور الملحقين الإعلاميين في أكثر من 96 سفارة في خارج المملكة لأن هناك الكثير من الغياب الإعلامي عن دور المملكة ونحن لا نريد أن نصنع لنا دورا غير ما نحن مسؤولون عنه وقادر فأتمنى في هيكلة الإعلام أن يؤخذ بما يسمى بأصدقاء الإعلام من خارج وزارة الثقافة والإعلام فيما يتعلق بالإعلان الإعلان السوق السعودية بحكم مركزها أو قوتها الاقتصادية يتعتبر السوق الأولى فيما يتعلق بالقوة الاقتصادية وأيضا النمو السنوي لكن الإعلان تأكيدا مر بمراحل سيئة جدا ومر بعدم تنظيمة وتهذيبة وترك المجال في التشريعات إلى أكثر من جهة وبالتالي أثر على حجم سوق الإعلان أو توجهها وحتى أيضا نحن بحاجة في المملكة إلى صناعة محتوى في الإعلان صناعة المحتوى عندنا ضعيفة جدا والسبب أن الشركات الأجنبية هذا دور مين هذا دور المستثمرين لكن المستثمر السعودي يجد من يزيح من السوق ويخرج منها من الشركات الأجنبية وحدث لنا في قطاع الاحتكار مع الصحف في مرحلة من المراحل كانت تجي شركة أجنبية وتشتري المساحات الإعلانية من الصحيفة الفلانية وتعطيها مبلغ وقدرة ثم تتحكم في السوق فبالتالي تخرج المنافسين من الشركات السعودية الأمر الآخر أيضا أن صناعة المكونات ليس لدينا حتى هذه اللحظة صناعة مكونات أقصد بها المصانع التي تنتج لنا مثل اللوحات للطرق أو كاله فوجدت هذه الشركات فرصة مع بعض الكطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية قضت على هذه الظاهرة لأنها أيضا احتكرت قرار صدر من الوزارة مع الأمانات إزالة اللوحات من على الأسطح المباني ومن على واجهات بحدة أنها تريد استثماراتها العمر الآخر أيضا أن المؤسسات السعودية أكثر من 4700 مؤسسة صدر ترخيصها من وزارة الإعلام غلبها لا تعمل إلا من خلال الشنطة المتحركة في الشارع وهذا أمر أيضا لم يعد يليق بمستوى الإعلان السعودي الإعلان السعودي مثل ما دكتور صفوة هو أكبر معلن في المنطقة وإن كان يأتي أو يتنفس من خلال دبي كثيرا من إعلاناتنا في السعودية تأتي عن طريق دبي أو تخرج من خلال شركات دبي وهي شركات غير إماراتية وغير سعودية فننظر إلى تصنيف الحلول تصنيف مهني وتصنيف أيضا رأس مالي وتوطين العمالة فيها إحنا لدينا أربع أقسام إعلام منذ أكثر من 25 سنة وهي تفرز لنا الكثير من مخرجاتها من الإعلاميين لكنهم لا يعملون في هذا القطاع هذا القطاع يحتاج أكثر من 25 إلى 30 ألف عنصر إذا اشتغلوا وكانوا مهنيين وليسوا موظفين الأمر الآخر أيضا لماذا لا يكون هناك دعوة للتكامل بين هذه الشركات والفصل بينها فيما يتعلق بالاختصاصات لا تأتيني شركة في الإعلان المطبوعات ثم تذهب إلى أيضا إعلانات الطرق وهذا أمر يعني أضعفها وأنهك المعلن وبالتالي ليس لدينا رؤية للمستقبل إلا من خلال إعادة صياقة وتشريع الكطاع سيد عبدالله يعني بحكم تخصصك أيضا عندي سؤالين اللي هو أي أنواع الإعلان الأكثر ربحية في الوقت الحالي التلفزيون أو الصحافة أو الطرق أو السوش الميديا وإعلام الجديد أيضا الشيء الآخر هل الإعلان في المملكة يعتبر محتكر الآن في الوقت الحالي السبع مليار هل ذهبت إلى الشركات أغلبها لأغلبها غير سعوديين فعلا ما هو واقع الإعلان في المملكة العربية السعودية بحسب وجهة نظري الأكثر تأثير أو الأكثر مردود هو الأكثر تأثير وبالتالي الصورة المتحركة الفيديو هي أكثر تأثير من الصورة الثابتة والصورة الثابتة هي أكثر تأثير من النص أعتقد هذه هي المعادلة في التسويق كمتخصصين فإذا قدرنا نحول الإعلانات إلى فيديو وهذه عالية التكاليف وعالية المردود فرح تكون أكثر تأثير على المستهلكين وبالتالي هي الأفضل في العوائب في الوقت الحالي السبع عبدالله والتركيز على أي جهة الشركات ليس شرط تكون شركة أجنبية في الوقت الحالي التركيز الآن هل أنت تشوف شركات التسويق مركزة على الطرق أكثر أو التلفزيون أو الصحافة أو الإعلام الجديد كلها كلها أستاذ لأنه الإعلان نوع الإعلان أو نوع الوسيلة مرتبطة بنوع المنشأ سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية علشان كذا لبعض المنشآت ما لها مصلح أنها تعلن في السوشيال ميديا لأن منتجاتها ما يستهلك هالناس العاديين تحتاج إلى منظمات إلى شركات فنوع الإعلان أو نوع الوسيلة أكثر بطبيعة الإنتاج في المنظمات أو في المنشآت نرجع للموضوع الثاني موضوع الاحتكار الشركة موشرة تكون شركة أجنبية لكن ممكن يكون الكوادر الموجودين فيها جانب وهذا أيضا نوع من الاحتكار وإقصاء للكوادر السعودية وسعودت القطاعات هذه بشكل كامل مئة بالمئة فيها نوع من المبالغة لأنه سنخسر الخبرات والممارسات الأجنبية ولكن ممكن تدار بطريقة ثانية العملية السعودة في هذه القطاعات وهي أن تكون الشركات شركات سعودية ويمكن عقد شراكات مع شركات أجنبية بشرط أن تكون الحصة الأكبر للشركة السعودي وبالتالي السيطرة فيها الممول أو المستثمر السعودي الشيء الثاني تكون هناك موازنة بين نسبة العاملين فيها من السعوديين يعني ليس للتوظيف على القطاعات الدنيا في الإدارات وتترك الإدارات العلية لغير السعوديين وبالتالي العائد الاقتصادي الأكبر يخرج إلى خارج البلاد ما استفدنا في هذه الحالة من موضوع السعود إذا كان بهذا الطريق إضافة أنه رح يكون نسبة التدوير كبيرة بحسب حجم الضغوط التي ممكن تكون موجودة من الإدارات العلية على الإدارات التنفيذية والعاملة في الخطوط الدنيا الشركات أيضا ناحية ثانية في موضوع الشركات القطاعات المتوسطة والصغيرة ما رح يكون العوايد فيها مثل القطاعات الكبيرة والشركات الكبرى التي في القطاع الأعلى التي هي أكثر احتكار أو أكثر عائد من سوق الإعلان هي شركات بلا شك لها خطوطها الخارجية المرتبطة فيها وبالتالي هي أيضا رجعنا لموضوع أنه شركات غير سعودية هي التي تدير العمليات الإعلانية طيب دكتور صفوت أبغى رأيك أيضا على واقع الإعلان في المنطقة ما رأيك بواقع الإعلان في المنطقة وهل هو يمر بأزمة الآن والتركيز على ماذا يعني على أي الوسائل الآن التي تراها في الوقت الحالي أعتقد أن في سياق عرضك حضرتك قلت أن بعض المندوبين يؤدي دور مندوب الشنطة وهو أمر ممجوج في التخطيط الإعلامي والإعلاني علينا أن نخدم المعلنين ليس بمنطق البحث عن الإنفاق الإعلاني وخطفه ثم إرثاله إلى الوسيلة وترك المعلن بمشاكله البيعية والتسويقية يعاني المشكلات لكن عندما نقدم للمعلن خطة متكاملة للنشاط الإعلاني في مجاله بدراسة السلعة ودراسات المستهلكين وحماية المستهلك السعودي من الإعلانات الضالة والمضللة والتي تؤثر عليه كمستهلك بشكل سلبي في كثير من الحاجات والبحث عن خدمة العملاء وأنشطة منهج الاتصال التسويق المتكامل إذا جمعنا بين هذين المنهجين في التخطيط الإعلامي المعنن اللي هينفق عشر سين مبلغ هنساعد في أنه ينفق مئة سين مبلغ ولكن في شكل مؤثر وفعال يزيد من قدرته البيعية يفاعل من تأثيره الإقناعي يوظف هذا المجال لتأثير إقناعي كبير على نطاق المستهلك الخليجي والعربي أيضا فتح المجال لبعض المنتجات السعودية الجيدة للتوزيع والتسويق على نطاق إقليمي ومحلي كبير وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية الوطنية من خلال مواسم الحج والعمرة لدينا عشرات الملايين يأتوا إلى المملكة للتسوق وشراء الهدايا والمنتجات الوطنية يمكن تصنحها بشكل مختلف ممتاز إباقات من الهدايا الجمعية التي تساعد على استثمار إنفاق الحاج أو المعتمر بأكبر قدر ممكن أيضا نحن لا نحتم بالتدريب الإعلاني والإبداع الإعلاني في كثير من وضحت الفكرة وضحت الفكرة دكتور صفوة أستاذ ناصر من يضبط سوق الإعلان لدينا هنا في المملكة كم جهة الضبط فيما يتعلق بالتنظيم هناك أكثر من جهة تتعلق بهذا الأمر وعلينا أن ننظر إلى أن نقلل من دورة العلاقة أو تعددها مع أصحاب الشركات الإعلانية وإعادة النظر في تقييمها وفي أيضا تشريعها وهذا الدور يأتي في أكثر من جهة ولكن اختصارا والرؤية حددت في مثل هذا هذا علميا صحيح عمليا صحيح وعلميا صحيح لأنه الترخيص الإعلامي من وزارة الثقافة والإعلام والسجل التجاري من وزارة التجارة والاستثمار ثم تأتي أيضا جهات أخرى لها علاقة فيها مصلحة الزكاة والداخل التأمينات وزارة العمل قطعات مختلفة وحينما تحمى مثل هذه القطاع إذا أنتم تتحدثون عن أرقام أنا أشك في صحة الأرقام سواء كانت بالزيادة أو بالنقص لأن من المشكلة من المشاكل التي نعاني في وسط الإعلام والإعلان تحديدا هو أننا لازمنا تحت تأثير الشريك أو المستثمر الأجنبي بدليل إذا كانت الصحف الآن تلجأ إلى شركة تعطيها التصريف أو وضعها في السوق أين تكون من السوق الإعلانية بالنسبة للصحف في هذا العام تعطي الصحيفة الفلانية وفي العام القادم تعطي الصحيفة الفلانية وهذه شركة أجنبية معروفة أنها لا تعطينا التقييم الحقيقي الأمر الآخر في هذا الجانب أننا ننظر أنه أين مراكز الأبحاث والدراسات التي يمكن أن تنشأ في الداخل وسعودية بكوادر سعودية لماذا نجح المواطن السعودي في اختصاصات مختلفة سواء على مستوى الكطاعات الدولة أو حتى على مستوى الكطاعات الكطاع الخاص إلا في جانب الإعلان لم ينجح لأنه بيئة طاردة أو بيئة محتكرة من الشركات الأجنبية فلذلك لا بد من إعادة هيكلتها وإخراجها من دائرة المنافسة عن طريق برنامج أو بوابة الاستثمار فنحن ننظر أيضا أن وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة أن تمنح فرص لمراكز الأبحاث والدراسات المملكة تفتقر إلى هذا العدد في الأردن أكثر من 250 جهة تعمل دراسات واستطلاع رأي وقياس رأي ونحن في المملكة العربية السعودية ليس لدينا ما يثبت ذلك أكثر من ثلاثة إلى أربع مراكز وهذا الأمر له علاقة أيضا بالصناعة القرار واتخاذ القرار فيما يتعلق بالاقتصاد وتوجهاته هذه المنظومة تحتاج من وزارة الإعلام ووزارة التجارة إلى الالتقاء والتقارب أكثر للسيطرة على هذه الاستثمارات أستاذ عبد الله هل السوق الإعلان يحتاج إلى تشريعات جديدة حتى يبدو أكثر تنظيما من ما هو موجود الآن إذا كان يحتاج بحسب ألجان نظرك إلى تنظيم الشغلة الأخرى أيضا حول الجمعيات اللي في الغرف التجارية جمعيات التسويق والإعلان هل تم الاستفادة منها بشكل كامل أو أنه هي مجرد لجان فقط بدون أي فائدة بنسبة الموضوع الفقر الأولى في السؤال موضوع التشريعات ممكن ما تحتاج إلى تشريعات بقدر ما تحتاج إلى توجيه ودعم للمشاريع السعودية وأعطيك مثال مثلا من المشاريع اللي ممكن تكون داعمة جدا ومؤثرة في السوق الإعلاني السعودي بإذن الله لو طبقت فكرة مثل فكرة اكتفاء في أرامكو وفرضت نسبة من السعودة مع بعض التغيير على مشروع اكتفاء بحيث تكون السعودة ليست فقط في العدد ولكن في المسميات في المتاحة في الشركات زائد العوائد المادية للفريق السعودي الموجود فيها في هذا الحال أنت رح تدعم سعوديين وتقلل من حجم الاحتكار الغير سعودي للشركات يعني الشركات لا يكون من المستثمر بشكل مباشر المستثمر في هذا الحال يحتاج إلى قانون يرغم أو يفرض عليه بعض الأشياء وهنا يجي دور الجهات التشريعية وزارة التجارة ووزارة الإعلام بفرض نسب من السعودة ليست في الوظائف الدنيا ولكن في الوظائف العليا في الوظائف الإدارية الكبيرة ومتابعة هؤلاء الكوادر المنتخبة من الشباب السعوديين المؤهلين المفترض بيكونوا مؤهلين تأهيل عالي سواء في التأهيل المعرفي وهو الآن منتشر بفضل الله أو في التأهيل التطبيقي المهني اللي ممكن يكون للشركات إشراف عليه وتأخذ هذه في عين الاعتبار في تقييم الشركة وبالتالي يمكن السعودي فيها مستقبلاً هذا ما راح يكون من المستثمر المستثمر يسعى للربح بالدرجة الأولى ما راح يلتفت للكادر السعودي إذا كان ما هو مؤهل راح يقف في بعض الأحيان ضد الكادر السعودي إذا استدم بالسواعد أو بالموارد البشرية الغير السعودي اللي هي أصلاً قاعدة تشغل الأعمال هذه وتديرها في السوق هنا يجي نوع ما هو نوع جديد من التشريع ولكن إن إذا بنسميه تشريع نقول هو تشريع في النسب السعودة وفي طريقة دعم السعودة ومتابعة هذه الأشياء الجمعيات الموجودة هي جمعيات أنا ما أشوف أنها جمعيات منتجة مهنياً أنا أشوف أنها جمعيات تقليدية جداً يعني حتى لو أغلقت ممكن ما تتأثر بعض ما يتأثر السوق كثير فيها يفترض أن تكون الجمعيات أقرب ما تكون إلى النقابات هي اللي تحمي الأفراد المنتمين لها وهي اللي تقدم لهم الشيء ما تسعى فقط إلى إبراز وجودها ككيان بقدر ما تسعى أيضاً إلى تحقيق هدف الناس المرتبطين فيها في هذه الكيانات والارتباط هنا والفائدة رح تكون في مجالين رح تكون في التميز المعرفي وإضافة المعرفة الجديدة في مجالها الجديد ومتابعته من خلال شراكات مع جهات ذات طرح أكاديمي ومهني في نفس الوقت مع التركيز على الجانب المهني والناحية الثانية هي الناحية التطبيقية ودرجات الارتقاء ومستويات الارتقاء المهني والوظيفي لهؤلاء المنتمين لهذه الجمعيات هذا أعتقد السوق سيد عبدالله يحتاج إلى مبادرة من الدولة هذه المبادرة تقييس حجم الأعمال الموجودة في السوق ويكون فيها نوع من المصفوفة حجم الأعمال ونسبة الكوادر السعودية المستفيدة من هذه الأعمال وتطبيقاتها هيئة المهندسين من الهيئات الناجحة جدا ممكن الاستفادة من تجربتها لكن ما عندنا هيئة مثلا للمسوقين أو هيئة للمعلنين أو هيئة مثلا لصناعة المحتوى وهو من المجالات الجديدة جدا والمطلوبة جدا والمتحكمة بشكل كبير في صياغة الرسالة التسويقية وإيصالها من خلال هذه الوسائل سواء كانت مقروة مسموعة أو مرئية إلى المستهلكين والتأثير على حجم السوق وطريقة التعامل مع هذه المنتجة أستاذ عبدالله أيضا ما السبب في أنه يتم سعودة الوظائف الدنيا والوظائف الكبيرة الحيوية والتي تدر دخل والتي يحرص عليها الشخص بشكل كامل بحكم الدخل الموجود لها تكون للأجانب هل بسبب أنه الشركات الاستثمارية ترغب بالأجنب أنه يكون إذا دخل عليها أجنبي تعطيل العقد بحكم أنه أجنبي أو أنه الشركات الوكالات نفسها عندها يعني خطة أنه الأجانب لا بد أن يكونوا موجودين البعض البعض ممكن يلجأ للسعودة لأنه هذا مفروض عليه لكن في هذه الحالة ما رح يلجأ إلى سعودة الوظائف العليا ذات المردودة العالية والتكاليفة المالية عالية ويكتفي بسعودة العدد لأنه هنا الموضوع موضوع عدد وليس أكثر ليست كفاءة يعني ممكن يوظف حتى أقل وظيفة ممكن تكون موجودة وأحيانا ممكن يحاول أنه يلتف على هذا النظام ويوظف سعودي من غير ما يداوم مثل ما نسمع عن بعض الحالات يمكن تكون موجودة هذا واحد من الأسباب سبب ثاني أحيانا يشترطون مثلا الخبرة وتنوع الخبرات لها تأثيرها بلا شك لكن من خلال الاحتكاك التقيت بكثير من الكوادر السعودية جيدة في الطرح لا تقل كفاءة عن الكوادر غير السعودية والتقيت بكوادر السعودية مبدعة رائعة وجميلة ممكن تكون موجودة وتنتقل الخبرة منهم إلى الآخرين يعني مرحلة موقتة فقط لوجود هؤلاء وبعد كذا خلاص يزاحوا هؤلاء ويعوضوا بشخص آخر من أبناء البلد قادر بإذن الله على أنه يستمر في هذه العملية الشركات بشكل عام المستثمر هو مهتم بالدرجة الأولى بتحقيق الربحية حتى المسؤولية المجتمعية التي يفترض أن تكون من هذه المنشاة للشركات هي ذات بعد تسويقي وهذا أمر مشروع بلا شك ما في شك أن من حق المنشاة أن تفكر في العائد في الربحية في تحقيق هدافها من خلال المسؤولية المجتمعية ومن خلال السعودة وغيرها ولكن بالمقابل أعطي فرصة حقيقية للكوادر السعودية ودعم السوق السعودي والمستثمر السعودي الفرص أكثر مما تتخيل موضوع السوق والفرص الموجودة في السوق والاستثمار فيها أوسع مما يتخيل الناس وأنا في الميدان وأشوف كثير من الفرص المتاحة فقط نحتاج أنه يكون فيه عندنا دعم من الجهات المسؤولة في هذه الأشياء يحتاج نوع من تغيير طريقة التفكير والربح بين المكونات الموجودة المكونات تقصد الجهات مثلا عندنا لو تكلمنا عن الصناعة عندنا مدن وعندنا الشركات المدن تتيح لنا الأراضي والأماكن وعندنا الشركات مثل أرامكو سابك سكيكو التحلية وغيرها من الشركات التي تدعم المنتج السعودي والمهندس السعودي إلى الدخول إلى مواقع العمل وتنفيذ المشاريع وعندنا الجهات التشريعية التي تفرض نسب سعودة ليس فقط في الوظائف الدنيا لكن حتى الوظائف العليا مهندسين مشرفين مدراء تنفيذيين مدراء إدارات موارد بشرية تسويق جودة وغيرها من الأشياء كذا يكون في عندنا تكامل بين هذه المنظومات وعلى المدى البعيد بإذن الله الوضع رح يكون آمن للجميع والسوق متاح لكل الأطراف يعني مهما بلغت نسبة السعودة ودعم السعودين سيظل هناك مساحات من الشراكات بين الشركات السعودية وغيرها من الشركات أستاذ ناصر بدقيقة واحدة كيف ممكن تسفيد الاقتصاد الوطني من سوق الإعلان هو بعادة النظر في ملف الشركات الإعلان واصل الإعلان إذا كان عندنا أكثر من أربع آلاف وسبعمائة ترخيص إعلاني لكن مع الأسف إنها ثمانية وتسعين في المئة منها مؤسسات فردية ليس لدينا شركات والصناعة الآن في الوقت الحاضر في قطاع الإعلان هو صناعة وليست مؤسسات رأس مال هذه المؤسسات في الغالبية دون أن أحدد نسبة ولكنها فوق السبعين خمسة وسبعين في المئة لا تتجاوز في رؤوس أموالها المسجلة في السجل التجاري من خلال وثائق وزارة التجارة خمسة وعشرين ألف ريال فأين يتقف مثل هذه المنشآت الصغيرة أمام الطوفان الكبير من الإعلان أعتقد أنه أولاً أنه وزارة الثقافة والإعلام أن تعيد النظر في تصنيف القطاع تصنيفها الأمر الآخر أيضاً ماذا لو قامت شركات كبرى؟ لأن عندنا صناعة المحتوى مهم جداً عندنا مؤتمرات دولية عندنا مناسبات وهذا يخلق المزيد من الفرص أستاذ ناصر القرهاوي المحلل الاقتصادي شكراً جزيلاً لك لوجودك معي في هذه الحلقة والدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة شكراً جزيلاً لك الدكتور صفوت لوجودك معي في هذه الحلقة ومن الدمام أشكر الأستاذ عبدالله سعد مستشار في التسريق شكراً جزيلاً لك والشكر موصول لكم وأنتم أعزائي المشاهدين على تخصيص وقتكم الثمين بمتابعتنا تقبل تحياتي فيصل ورحمة الشلوب وتحيات باقي فريق عمل سعب الاقتصادي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر